نروح للجنة المسابقاتي أحمد بالتحاد الكرة واللي رفضت الحقيقة إقامة معسكرات للمنتخبين الأول والأولمبي خلال شهر ديسمبر ده وتحديدا في الفترة من 20 لحد 28 من الشهر ده وده بسبب ضيق الوقت وتأخر انطلاق الدوري الجديد اللي طبعا هيشهد العديد من التوقفات التحاد الكرة بيرغب في أن هو يحافظ على انتظام وعيد مبارياته منعا لأي أزمات ممكن تهدد استكمال الموسم الجديد ده وقبل كده يمكن كان كابتن حسام البدري المدير الفني طبعا المنتخب مصر الأول طلب معسكر المنتخب الأول في ديسمبر الجاري ده بجانب أن هو تلقى المنتخب الأولمبي بقى مش المنتخب الأول عرض لمواجهة اليابان وديا طبعا في نفس الشهر ده إلا أن لجنة المسابقات رفضت الأمر رغبة في نهاية حافظ على انتظام جدول الدوري في الموسم الجديد وكان الله في عون الأندية وكان الله في عون اللاعبين وكان الله في عون المنتخبات يعني احنا منتكلم على موسمين متواصلين والاتنين الحقيقة فيهم كم كبير جدا من البطولات وسواء منتكلم عن مستوى منتخبات أو على مستوى الأندية الأندية مطالب منها أنها تشارك فيه أكتر من بطولة زي الأهلي زي الزمالك زي بيرميدز زي المأولين منتخبات على مستوى المنتخب الأولمبي عندنا استعداد للأولمبياد وإن شاء الله نلعب الأولمبياد لو تم إقامتها العام اللي جاي العام القادم عندنا تصفيات أفريقيا كاسعالم عندنا بطولة أفريقيا في الكاميرون يعني أجندة مزدحمة جدا على كل المستويات في موسمين حالة التلحن بينهم في حد ذاتها بتحط عبق كبير جدا على الأندية وعلى اللعبين